في احنك الظروف وفي اصعبها لم يتوقف محافظ البصرة السعد العيداني سواء في اعداد الخطط التي تغير واقع البصرة كنز الجنوب العرقي او الاشراف في الميدان العيداني واجه مباشرة مرويجي شائعات تحدثت عن نيته تقديم استقالته اشيع انه محافظ البصرة اللي هو المتكلم انه ممكن ان يقدم استقالته خلال ساعات معرف ليش يعني المحافظة قدم استقالته خلال ساعات على شنو مثلا الرسالة لم تكن عابرة من العيداني على تلك الشائعات فحسب بل كشف رجل الميدان عن خطة البصرة الخمسية التي جنت المحافظة ثمار بعض منها لتنعكس ايجابا بما يحقق للمواطن البصري اماله في تحسين ظروف الحياة والمعيشة والاستقرار الامني والاقتصادي على وجه الخصوص وفي حسابات التحديات التي تواجه حكومة المحافظة المحلية كان للعيداني موقفه الثابت الذي لا يتغير بتغير الظروف حين اكد وقفه المطلق مع جانب التطوير والبناء لمستقبل قريب يلمس به المواطن ما فقده في سنوات ماضية اما تأكيد الذي يعكس لغة التحدي عند العيداني فما هو الى ترجمة واقعية حقيقية لتحقيق ما بدأ به في مشوار جعل البصر جوهرة الخليج ومحافظة يضرب فيها المثل تحدي يرفع روح الوطنية ومعيان التفاؤل عند المواطن والمسؤول بحس عناقي مطلق يهزم كل التحديات لاجل صناعة المستقبل الذي يعيد البصر لمركزها التاريخ والحضاري في البلاد والعالم